مرحبا يا رجلسي، كيف حالك؟ أمم أنت جيداً. أهلاً إلى مرحباً في مرحباً من مجموعة ليس بسيكولوجي. أهلاً أهلاً أهلاً. شكراً للمشاهدة الذين يتبعوني بمي ويقومي اليوم. و شكراً للمشاهدة المشاهدة. شكراً لجميعاً للناس اللي حضروا معي العرض النهاردة. تمام؟ و شكراً لكم انتقال حلوة. حسناً، نفسنا اليوم هو خمس استراتيجيات لنت تتعامل مع القلق. حسناً، سوف نذهب. كل ما يتعامل مع القلق، لأنه يوجد الكثير من المشاهدة في نفسنا. و لا يمكننا التعامل مع القلق، في طريقة جيدة جداً. طبعاً جماعة و كلنا بيبقى عندنا القلق، وهذا بيبقى لنتيجة لدينا ضغطات كثيرة في الحياة. و بيبقى كمان أنه يعني احنا برضو ما بنقدرش نحنا نسيطر على، بنقدرش نتعامل معه بشكل حلي. حسناً، هنا هناك خمس استراتيجيات التي ستساعدك أن تتعامل مع القلق بطريقة جيدة. هنا في خمس استراتيجيات لنت تتعامل مع القلق بطريقة جيدة. نمبر واحد، أن تتعامل مع القلق بطريقة جيدة. حسناً، هل تعتقد أننا نعرف كيف تتعامل مع القلق بطريقة جيدة؟ هل تعتقد أن تتعامل مع القلق بطريقة جيدة؟ لا، هذا ليس بطريقة جيدة. هل تعتقد أن تتعامل مع القلق بطريقة جيدة؟ طبعاً يا جماعة، وكلنا مفاكرين طبعاً، يعني المعتقدين أننا نعرف كيف نقوم بطريقة جيدة. نحن تعتقد أننا نقوم بطريقة جيدة. لا، أنت معاتش حاجة، كما عملت كده، أنت رحت تشرب أرقحول، أو أنت تشرب سيجريتس أو حاجة زي كده. حسناً، يجب أن تتعامل مع القلق بطريقة جيدة، مثل ديب بريسنج، يوغا، أو أيضاً. طبعاً يا جماعة، لازم أن تتبع أي نوع من القلق بطريقة جيدة، زي ديب بريسنج، زي اليوغا، وطبعاً، وانتبقوا احنا منامش معناه لنام كثير ونام قليلا لا فيه لكثير كثير بتقولك انه يعني ده سيكولوجيكلي برضه بتقولك انه من 5 ساعات ل 8 ساعات كافين جدا تمام لا اقل ولا اكثر من كده حسنا ايضا تبعي نجاح لأكل موضوع تبعي الغير والفروتين في المقاومة لحذر لكتبعك من هذه المقاومة تبعي الغير والفروتين جدا افاق الأكثر من ممتين مع العلاج مثل شوكولات واتساك طبعا يا جماعة لازم عشان يعني نتبع برضو ان هو يبقى الاكل كويس ان احنا لازم نحط في اكلنا الخضروات والفاكه طبعا عشان الجسم يقدر ياخد الحاجة الكويسة من الاكل ده. واحنا اللي احنا نبعد عن حاجات اللي هي اساسا بتبقى ممكن اساسا تبقى مصدر اصلا للقلق ده. زي الكافيين زي التشوكليت وحاجات تانية. ايضا يجب ان تتعمل اكسرسيز ده حاجة طبعا مهمة جدا تمام عشان تدخل الان دخل الجسمك اكسجين وورو ان تترمي الاكلوا في الان رجي بارة واه internal دخل الجسمك. م ايه طبعا يا جماعة يعني اللي انا اتصل بالناس ده حاجة كويسة جدا تمام اه اه انا اقعد مثلا مع حد مثلا من اصحابي او حد من العيلة او كلام ده كله او ممكن كمال اللي انا اعمل اكتيفتيز مثلا معينة فتجمعنا احنا الاثنين فتبقى حاجة كويسة جدا او ممكن ان انا اخرج معهم بس بشرط اللي انا اللي اخرج معها ده اللي انا يبقى فيه بوند قوية جدا بيني وبين الشخص ده وانا انا بترسط شخص ده جدا اوكي when you have a very good bond that when you have you want supporting each others and if you trigger with any certain anxiety or anger you have to talk with your friend or family member that will be a good listener and will listen for you from you without judging طبعا يا جماعة لما انا بخرج طبعا مع حد يعني بيبقى البوند معاه قوية ده بمعناه اللي انا بدع من الشخص ده وهو الشخص ده بيعمل نفس الحاجة ولا انا لو لو عندي خاف من عاجة او عندي لانا اصبت من حاجة معينة اللي انا ممكن اروح اقول للصاحب ده او الواحد من العيلة ده تمام وانا ضامن ان الشخص ده حيسمع بس مش هيعمل جودجنج علي اوكي او نبر 4 connecting with environment connecting with the environment is very good guys that some people would go out to walk uh on the parks or making hiking or uh etc uh or they can making cycling uh and you can invite uh one of your friends and one of your families and you can enjoy a very good uh very good time uh طبعا يا جماعة اللي انا اتصل بالطبيعة دي حاجة كويسة جدا تمام اللي انا مثلا اخرج اللي انا اتمشى في الطبيعة اللي انا اخرج اتمشى مثلا اللي انا اعمل اي حاجة اعمل مثلا اللي هو نرور حركة بعجل وكاة بس لازم ممكن مش لازم هو ممكن اللي انا ازاة انفايت one of يعني واحد من اصحابي او واحد من الايلا ولانا اضي قميل جدا. okay number five will be focusing on the positive things. the good thing to uh making our mind out of uh in the worst things that we are focus our thoughts uh into the good things positive things and wonderful things that will uh that will make you very wonderful and make your mind very very good and it's not uh fulfill of negative energy or negative thoughts. طبعا يا جماعة اللي احنا نركز على حاجات كويسة ده حاجة كويسة جدا تمام. اه اه ده طبعا يعني بيبقى حاجة اساسا لنا اساسا بخرج اصلا العقل بتاعي اصلا تمام بره اصلا الخوف اصلا تمام اللي انا اركز على حاجة بتبقى حاجة كويسة او حاجة اه حلوة جدا او حاجة حتى يعني نبتدين positive energy. وده برضو بيساعدني اللي انا ارمي ازاسا اللي انا اخلي العقل بتاعي اه مليان بالطاقة الايجابية وبرمي الصوتس الوحشة بره الدماغ الخاص. okay this is all i have about this episode guys. if this is the first time to see me please make subscribe to the channel and if not please make like to the video and share it with your friends if you find the content is useful and thank you for watching and having sweet dreams and bye guys